السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا متابعين قناتي يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل وصفة سريعة وسهلة وجميلة جدا ليب كلوس بطريقة جديدة مكوناتها مختلفة عن كل المكونات اللي كانت موجودة قبل كده على القناة انا منزلة وصفات كتير جدا للليب كلوس ولكن النهاردة وصفة حلوة قوي قوي طبيعية جدا هتعجبكم لو عاوزين تعرفوا بقى المكونات ايه والطريقة ايه يشوفوا الفيديو للاخر بجد بجد هتستفيدوا هيعجبكم وتقدروا تعملوا مشروع من البيت تعملوا الليب كلوس لوحده كأنه مشروع لوحده او تتابعوا بقى محتوى القناة وتختاروا المنتجات اللي انتو حابين تعملوها مشروع ليكم او تعملوها لنفسكم يبقى عندكم اكتفاء ذاتي كمان هنزل لكم عندي عالصفحة وعالفيسبوك هنزل لكم اللينكات اللي بشتري منها الخامات للصفحات اللي موجودة وكمان هقول لكم اماكن العبوات الامر اللي انا بجيبها منين فهقول لكم كل حاجة على صفحتي وعاليوتيوب بإذن الله تعالوا نبتدي ونشوف مكوناتنا الامر كانت ايه وهي مكونات سهلة وبسيطة اول حاجة انا حط البكر بتاعي على نار هدية جدا 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 هبدأ احط عليه اول حاجة معلقة من شمع العسل بعد كده معي اربع معالق من زيت الزيتون بعد كده كمان معلقتين من زيت جوز الهند الطبيعي نجيب زيت جوز هند أصلي طبيعي رحتو حلوة جدا جدا تمام انا المعلقة اللي باخد بيها الزيت زي المعلقة اللي باخد بيها باقي المكونات معي كمان معلقة من زبدة الشياء انا مستخدمة زبدة الشياء الفتحة تقدروا تستخدموا اي زبدة الشياء بعد كده معي 10 نقط من زيت عطري او اي ريحة انت حابة تحطيها للنكهة دي شكل العبوة انا شريها من الجامع الاحمر في العتبة هناك محلات كتير جدا ببيع العبوات هبدأ بقى قلب المكونات بتاعتي كده على نارها دي لحد ما تدوب تماما وبعد كده اخر حاجة بنحطها الزيت العطري او النكهة او اي ريحة ما بنحطاش في الاول بنحطها في الاخر خلاص انا هنا بعد ما قلبته هسيبه يدوب تمام يعني يدوب شوية كده معي علشان لسه في مرحلة هنحط فيها اللون وكمان في مرحلة هنحط فيها الزيت العطري اللي هو ريحة بتاعتنا انا النهاردة استخدمت ريحة جوز الهند عشان تديني ريحة طبيعية وحلوة ده لون مايكا الوان المايكا بنلاقيها فيه صفحات كتير كتا ببيع خمات الصابون بيبقى عندهم الالوان دي وموجودة في العتبة محلات هناك ببيع الالوان خدت تقريبا معلقة صغيرة من اللون الجميل ده وحبيته احطه طبعا بصوا بقى اللمعة بتاعته جميلة انا هنا لسه سخن هو الافضل ان احنا لو هنحط المنتج في العبوة هنحطه هو سخن ما نستنهوش يبرد خالص انا هنا بعد ما هيدي شوية بدأت حطيت عندي عشر نقط من زيت عطري حطيت ريحة جوز الهند وهبدأ اقلب انا هنا المفروض ما سيبهوش يبرد انا المفروض هتحطه في العبوة وهو لسه سخن تمام ولكن طبعا انا بردته شوية ولكن انتو لسهولة ان انتو تحطوا الحاجت دي في العبوات بتاعتكم لازم يبقى لسه دافي ما يبردش معاكي تماما لانه هيبقى قوامه كريمي شوية فهيبقى صعب ان احنا نحطه في العبوات فانخلي بالنا من الحتة دي لكن الافضل طبعا ان احنا بعد ما بنحط الزيت العطري وقوام بتاعته وبيبقى لسه سائل فانفضي في عبواتنا بسرعة او لو تقل معانا هنعمل ايه هناخده تاني على نور هاتية جدا 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 او حمام مائي كده مجرد انه يفك بس ونحطه في العبوات انا هنا المفروض الخطوة دي ابدأ بقى افضي في العبوة لانه هو هنا كانت السنة معي فهبدأ افضي اتمنى الفيديو يكون عجبكم يكونوا استفدتم معي والمكونات بتاعتي سهلة وبسيطة على اليوتيوب هكتبها لكم في صندوق الوصف طبعا وعا الفيسبوك هكتب لكم المكونات في كومنتات الطريقة اتمنى انتو تعملوا لي لايكات كتير ومشاهدات كتير وكمان تشايروا الفيديو عندكم لان فعلا ده هيفرق معي وده هيساعدني شخصيا ان محتوية يتعرف وفعلا ستات كتير من البيت او بنات نسوم يبدأوا مشروع تصنيع منتجات العناية بجد يلاقوا تركيباتي لان هي فعلا سهلة وبسيطة وهتسهل عليهم كتير وطبعا حاب اقول لكم قبل ما تبدأوا في المشروع ده اتمنى ان انتو تتفرجوا على سلسلة التعرف على الخامات اللي بنشتغل بيها عشان نعرف الخامات بتاعتنا ونعرف اساميها ونعرف احنا بنستخدمها في ايه علشان مش مجرد اي تركيبة نشوفها قدامنا نروح نجيبها ونروح عاملينها ونبوز الدنيا او المادة تبقى ليها اجراءات وقاية واحنا بنشتغل ومش عاملينها لان في مواد لازم نتبع اجراءات حماية او وقاية واحنا شغالين بيها زي ما فيه مواد امنة في مواد ضرة وهكذا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويرب يكون المحتوى بتاعي فعلا بيفرق معاكم ولو عملتوا الوصفات بتاعتي ياريت تشاركوني بيها وتنزلوها لي سواء بقى كومنتات تقولولي ان الوصفة طلعت معاكم جميلة او بقى تبعتولي السور بتاعتها او تشيروا الحاجات دي وتتعرفوني ان انتو عملتم وانتجات وطلعت نكحة معاكم جربوا الوصفة دي بجدها تعجبكم انا هنا بقى كان عندي عبوة صغنونة كده فقلت لا انا حط الباقي فيها ممكن استخدموا من غير الفرشة او في فرش بتتباع لوحدها بناخد بيها وندهن شفايفنا بتاعت الليب كلوس وده شكله جد جميل جميل يعني روعة جربوه حالا بجدها يعجبكم تنسوش بقى كده لايب كومنت شير سبسكرايب واستنوني في وصفاتي الجاية هجيبلكو وصفات وطرق كتير جدا سهلة وجميلة تعملوا منها مشروع من البيت او تعملوها لنفسكم